بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلبة الصف السادس الأدبي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات وموضوعنا اليوم هو التطبيقات الهندسية على القواعد المشتقة قواعد المشتقة الأساسية اللي أخذناهن في درسنا السابق وهي مشتقة الثابت، مشتقة الدالة المتغيرة، مشتقة حاصل جمع وطرح عدد محدود من الدوال وهكذا هاي المشتقات اللي أخذناهن اليوم لازم راح نشتغل عليها ونتعلم شون نطبق بهاي القواعد الأساسية المشتقة اللي أخذناهن وراح نشوف المثال الأول اللي احنا مثبت الكياه على الصبورة ولا تزعلون علينا لأننا مثبتين الأسئلة اللي قدام حتى ناخذ أكبر قدر ممكن من الأمثلة لكم نقرأ هذا المثال الأول يقول جد معادلة المماث جد معادة المماث والمماث هو عبارة عن خط مستقيم حتى نوجد معادلة قبل ما أكمل قراءتي للسؤال حتى أوجد معادة المماث أو أوجد معادة أي خط مستقيم لازم أعرف ميلا ونقطة يمر بها هذا المماث أو هذا المستقيم نكمل جد معاتل مماس يعني لا تنسوا ليده نحتاج الى ميل ونقطة لمنحن الدالة مماس منحن الدالة هاي الدالة اف اف اكس تساوينا اكس تربيع ناقصا ثلاثة اكس ناقصا اثنين طيب المماس اللي يشترك معها هاي الدالة بنقطة عنده اكس يساوينا سالب واحد طيب حتى اجد معاتل مماس لهذه الدالة قلنا لازم تكون عدي هناك نقطة مطيمة عنده اكس يساوي سالب واحد اذا حتى اجد النقطة الاخرى اللي هو الاحداثي واي احاوض قيمة اكس بالدالة واوجد قيمة واي فنقول اف اف اكس يساوينا اكس تربيع ناقصا ثلاثة اكس ناقصا اثنين اف اف السالب واحد عنده اكس ساوينا سالب واحد شو راح يساوينا السالب واحد تربيع ناقصا ثلاثة في سالب واحد ناقصا اثنين اوف اوف السالب واحد راح يساوينا واحد زادنا ثلاثة ناقصا اثنين ويساوينا اربعة يساوينا اثنين اذا احداثيات نقطة التماس هي سالب واحد وشقد واثنين وجدت نقطة التماس الان شاحتاج حتى اوجد معالة المماس احتاج الى ميل طيب الميل هو المشتقة الاولى لهذه الدالة اكتب الدالة مرة ثانية اوف اكس ساوينا اكس تربيع ناقصا ثلاثة اكس ناقصا اثنين فرح نوجد الميل اوف اتحة اوف اكس اللي يمثلنا الميل عند اي نقطة يساوينا مشتقة الاكس تربيع اثنين اكس مشتقة سالب ثلاثة اكس سالب ثلاثة ومشتقة الثابت وهذا يمثل لي الميل عند أي نقطة أنا ما لدي عند أي نقطة عندما أكسى ونشقل سالب 1 إذن F' وفي سالب 1 عندما أكسى ويمثل لي الميل سراح يساوي إنا 2 في سالب 1 سالب 3 ويساوي إنا سالب 2 سالب 3 ويساوي إنا سالب 5 هذا هو الميل عدي صار ميل وعدي نقطة إذن أقدر أوجد المماس أو بالحقيقة والأصح هو معادلة المماس بمنصات عدي نقطة وميل بالقانون الميل يساوي إنا Y-Y1 على X-X1 الميل قد وجدناه سالب 5 يساوي إنا Y-Y1 2 على X-X1 ناقص 1 ما يصير هذا؟ موجب 1 وسطين بالطرفين Y-2 يساوي إنا سالب 5X ناقص 5 نرتبها Y زائد 5X نقدناها السالب 5 موجب سالب 5 تنقص موجب 3 يساوي إنا 0 مباشرة جمعناه هذه هي معادلة مماس المنحن عند النقطة اللي يكون عدي X سالب 1 نجي إلى المثال الآخر جد معادلة العامود هنا أنا أريد معادلة العامود وأيضاً أرجع أذكرك العامود عزيز الطالب هو مستقيم بس يشكل زاوية قائمة أو قياسة 90 درجة ويا المماس جد معادلة العامود على المماس يعني هذا المستقيم يكون عامود يعني هذا المستقيم يشكل زاوية قياسة 90 درجة ويا المماس للمنحني الدالة هذه عنده X ساوي إنا 1 نفس الشغل نشتغل أيضاً أول شي نوجد النقطة نكتب الدالة F of X ساوي إنا X تربيع زاوية 3 F الواحد عندما X ساوي إنا واحد شي ساوي إنا واحد تربيع زاوية 3 ويساوي إنا جذر الأربعة ويساوي إنا 2 وبالتالي إذن نقطة التماس راح تكون 1 و 2 هذه حداثيات نقطة التماس أحتاج بعد أجد ميل المماس F of X الدالة X تربيع زاوية 3 راح أكتبها X تربيع زاوية 3 بما أنه تحت جذر التربيع إذا نطلح أخرج جذر شي صير أس نص الآن أجد أشتق F of X شي ساوي إنا الأس مثل ما تعلمنا في داخل القوس مطروح من الأس واحد نصف مطروح مننا واحد شي ساوي إنا سالب نص في مشتقة داخل القوس مشتقة الأكس تربيع شي ساوي إنا 2X أعيد هذا إذا سمحوني مشتقة قوس مرفوع إلى أس معين شي ساوي إنا الأس في داخل القوس مثل ما هو ينزل في مطروح من أس القوس واحد نصف مطروح من عدة واحد شي ساوي إنا سالب نص في مشتقة داخل القوس شي ساوي إنا 2X أيضا نحاول نبسطها ونحاول الأس نسويه زوجي ونختصر وين ما قصار هاي الاثنين وين هاي الاثنين تروح F فتحة للX شي ساوي إنا شي بقى عدي بالبسط X على تحت الجذر التربيعي X تربيع زادة من 3 سالب نص ينزل يصير النص يعني جذر التربيعي هذه المشتقة عنده أي نقطة أنا ما لديها عنده أي نقطة عنده نقطة واحد والاثنين إذن F فتحة للواحد اللي يمثلي مثل ما أقلت لك الميل المشتقة الأولى عندنا نعوض بالنقطة يساوي من الميل ويساوي إنا واحد على واحد زائدنا ثلاثة ويساوي إنا واحد على جذر الأربعة ويساوي إنا واحد على اثنين هذا هو الميل هذا ميل من؟ هذا ميل المماس طيب الآن وجدنا ميل المماس أنا ما لدي ميل المماس أريد ميل العامود حتى أجد معادلته إذن ميل العامود يساوي المقلوب السالب لميل المماس هذه أرجو أنه لا تنسيها عزيز الطالب ميل العامود يساوي المقلوب السالب لميل المماس هذا ميل المماس إذن ميل للعامود الميل للعامود يساوي المقلوب يعني 2 على 1 السالب هذا السالب ويساوي أنه سالب 2 هذا ميل للعامود طيب صار عدي ميل ونقطة بسهولة أقدر أجد المعادلة M يساوي أنه Y ناقص Y1 على X ناقص X1 هنا راح نكمل الميل جد عدنا سالب 2 يساوي أنه Y ناقص Y1 2 على X ناقص X1 جد عدي X1 وأيضا وسطين هاي مقامه يعتبر 1 وسطين بالطرفين يساوي أنه سالب 2 X زائد 2 نرتبهم Y زائد 2 X نقلناها صارت موجب موجب 2 من أنقص يصيب سالب 2 ويصيب سالب 2 يصيب سالب 4 يساوي أنه صفر هذه معادلة العامود على المماس للمنحني ويكون انتهى هذا عدنا السؤال وأرجو أنه تعلمنا شون نوجد معادلة العامود وشون نوجد الميل مات نشوف هذا المثال الآخر عدنا عزاء الطلبة هنانا المثال رقم الثلاثة يقول جد معادلة المماس والعمود عليه يعني هنانا عدنا بطلبين معادلة المستقيم الذي يمس ومعادلة المستقيم العامودي على المماس من نقطة التماس أرجو أنه تخلي بالك هذا جد معادلة المماس والعمود عليه العامود عليه منين مو من أي نقطة من نقطة المستقيم من نقطة التماس لمنحني هاي الدال اللي عندي واي الدالة ممكن تنكتب واي تساوي نثنين اك زال ثلاثة على اك زال ستة عند اك ساوي نثنين فحتى نوجد هاي المعادلة راح نشتغل وحدة وحدة أول شي ستوف لاحظ الآن نقن واي زادنا ثين اكس ناقص الاربع ساوي نصفر وهذه هي معادلة العامود على المماس لمنحني الدال عندما اكس الآن عزيز الطالب عندنا مثال آخر جديد هو يقول جد معادلة المماس والعمود عليه أرجو أنه ننتبه اريد معادلة المماس والعمود يعني معادلة مستقيمين اريد معادلة مستقيمين أحدهم مماس المنحني والآخر مستقيم آخر عامود على المماس بس خلي بالك عامود على المماس من نقطة التماس هذه النقطة يجب أن ننتبه لها حتى نوجد معادلة المماس والعمود العامود يكون عامود على المماس من نقطة التماس نقطة التماس يعني أكو نقطة تنتمليل المماس تنتمليل العامود تنتمي أيضاً لين؟ للمنحني. نفس شغلنا السابق أيضاً. حتى نوجد معات مماس والعامود لازم نوجد نقطة. لأنه قال لي عنده X يساوي أنه 2. طيب. Y الدالة اسمها Y. 2X زاد 3 على X ناقص 9. عنده X يساوي 2 راح يعوض Y يساوي أنه هسرح. يعني هذا الحل مالتنا. Y يساوي أنه 2 في X يجد عندنا 2. زادنا 3 على X 2 ناقص 9. ويساوي أنه 4 زادنا 3 على 2 ناقص 9. يساوي أنه ناقص 7. ويساوي أنه 7 على سالب 7. ويساوي أنه سالب 1. هذا إحداثي Y. إذن نقطة التماس. إذن إحداثيات نقطة التماس هي X 2 وY جير عدي طلعت لي سالب 1. هذه إحداثيات نقطة التماس. طيب. هذه أول خطوة في إيجاد معادة المماس العمود. هذه النقطة تنتمي للمماس والنقطة تنتمي للعمود. وهذه النقطة تحقق معادلة المنحنة أيضا. نجي على المطالب. معادة المماس. يراد لي نقطة وميل. هذه نقطة. شح تاج ميل. إذن أكتب معادة المنحنة حتى أشتقها. Y ساوينا 2X زائد ثلاثة على X ناقص 9. نشتقها ويفتحها. شي ساوينا. هذه مثل ما تعلمنا عزيزي طالب مشتقة حاصل قسمة دالتين. شي ساوينا. المقام X ناقص 9 في مشتقة البسط اللي هي جيدة تساوينا 2 ناقصة. البسط 2X زائد ثلاثة في مشتقة المقام شي ساوينا. في واحد على المقام لكل تربيع. مشتقة دالة كسرية يساوينا المقام في مشتقة البسط ناقصا البسط كله في مشتقة المقام على المقام تربيع. انبسط هذا ويفتحها شي ساوينا 2X ناقص 18 ناقص 2X ناقصا ثلاثة على X ناقص 9 لكل تربيع. ويسا نجمع الحدود من الشاب الثين X ناقص 18 ناقص 3 ناقص 21 على X ناقص 9 لكل تربيع. طيب. هذا المشتقة عنده أي نقطة؟ احنا مريدها عند النقطة عند النقطة 2 وسالب واحد عندما X ساوينا 2. إذن ويفتحها ش راح يساوينا؟ إلا هيتمثلي الميل ويساوينا سالب 21 على X إذن الميل راح يساوينا سالب 21 على 49 ويساوينا على على سبعة بها سالب ثلاثة على سبعة بها جهد سبعة هذا شي يمثلي ميل المماس هذا ميل المماس سوي السالب زين حتى يرضى علينا الدكتور المشرف ميل المماس سالب سبعة ميل ونقطة أطلع معادة المماس قانون ميل يساوينا Y ناقص Y واحد على X ناقص X واحد ماشي هذه المعادلة نطبق بها الميل جهد عندنا سالب ثلاثة على سبعة يساوينا Y ناقص Y واحد جهد عندنا سالب واحد إذن شي يصير هذا موجب واحد على X ناقص X واحد اثنين عوض هسا أيضا راح نقول وسطين بالطرفين سبعة Y زائد سبعة يساوينا سالب ثلاثة X زائد ستة الرتب سبعة Y ناقص ثلاثة X من ناقص يصير موجب ثلاثة X ستة من ناقص ناقص ستة وية سبعة زائد واحد يساوينا صفر هذه هي معادلة المماس للمنحني طيب هاي معادلة المماس خلصت شير العمود زين العمود رأي لنقطة النقطة هي قلنا نفسها زين احتاج الى ميل عدي بس ميل المماس مثل القاعدة لو نرجع نباق القاعدة اللي كتبناها قبل شوية بوحة ميل العمود شي ساوي إنه المقلوب السالب لميل المماس طيب ميل المماس سالب ثلاثة على السبعة إذن ميل العمود ميل العمود يساوي إنه المقلوب يعني صير سبعة على ثلاثة سالب وننسبق السالب إذن اش راح يساوي إنه سبعة على جقل على ثلاثة المقلوب والسالب لميل المماس ويساوي إنه سبعة على ثلاثة ونقدر مباشرة يعني مباشرة إذا إحنا حاضين ماكو دعا بس نطبق ويساوي ميل عمود ساوينا سبعة على ثلاثة هذا صار عندي ميل عمود معلوم والنقطة معلومة إذن أقدر بس أطبق بالقانون حتى أوجد معادلة العمود الميل عندي سبعة على ثلاثة ساوينا y ناقص y واحد نفسها ناقص واحد شرز زادا واحد على x ناقص x واحد يجب علينا ثنين وسطين بالطرفين ثلاثة واي زادا ثلاثة يساوينا سبعة x ناقصا 14 إذن ثلاثة واي ناقص سبعة x نقدناها ناقص 14 تنقص الزموجة ويجب 13 زادا 17 يساوينا صفر هذه هي معادلة العمود فهذا هو معادلة العمود على مماس المنحني هذه هي معادلة العمود على مماس المنحني عندما اكس او اثنين اعزائي طلبة ناخذ فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل ان شاء الله عدنا اليكم اعزائي طلبة السادس الاذبي مع هاي الامثلة على التطبيقات على المشتقة باستخدام القوانين والان عدنا هذا المثال جديد راح نقرأ معاكم جد معادة المماس اريد معادة المماس لمنحني الدالة يعني ايضا مثل ما حكينا قبل قليل معادة المماس معادة المستقيم الذي يمث المنحني اف اف اكس او اكس تربية زال اثنين وين عند نقطة تقاطعه من هو المنحني عند نقطة تقاطع المنحني مع محور الصادات اريد معادة المماس لمنحني الدالة هذه عند نقطة تقاطع المنحني مع محور الصادات حتى اجد النقطة المنحني يقطع محور الصادات المنحني هذا خلينا نكتب الحال المنحني يقطع محور الصادات شو وقت عندما اكس يساوي انه صفر وايضا المنحني يقطع محور الصينات عندما واي او اف اوف اكس او نشقهد صفر اذا المنحني يقطع محور الصادات عندما اكس او نصفر فراح نكتب معادة المنحني اف اوف اكس يساوي انه اكس تربيع زاد اثنين يقطع محور الصادات عندما اكس او نصفر راح نقول اف اوف الصفر راح يساوي انه صفر زاد اثنين اذا اف اوف الصفر يساوي انه اشقهد اثنين اذا نقطة تقاطع المنحني مع محور الصادات راح تصير هي صفر واشقهد واثنين صادت عنده نقطة اريد معادة المماس اريد معادة المماس عنده هاي النقطة جد نقطة تقاطع عنده محور الصادات واللي هي راح تصير معادلة المماس عند نقطة تقاطعه مع محصر يعني هذه هي تمثلنا أيضا تمثل نقطة التماس تمثلنا نقطة التماس نقطة التقاطع المنحني هي نقطة التماس المنحني مع المستقيم اللي يريد معادلة طيب صارت عندي نقطة معلومة أحتاج إلى مين f of x يساوينا x تربيع زادة 2 f prime of x يساوينا 2x هذه المشتقة عند أي نقطة عندما x يساوينا 0 إذن f prime بالصفر اللي يمثلنا مثل ما حتشينا الميل ويساوينا 0 هذا هو الميل بما أنه الميل هنا نطلع ليساوي 0 عليك أن تعرف أنه هذا المماس يوازي محور السينات معناته المماس هنا نفهم من هذا الحشي أنه المماس يوازي محور السينات لأنه طلع للميل مالته يساوينا 0 ولا يوجد لهذا المستقيم عمودي أنه العمود سيكون هو يوازي محور الصادات والميل مالته غير معرف الميل مالته العمود مال هذا المستقيم خاف واحد الساد خلنا وجد العمود لا من عدك يطلع لك ميل المماس ساوينا 0 ويكون متأكد أنه الميل المماس ساوينا 0 مو تحل غلط ويقول طلع لصفر لا ميل المماس إذا هو فعلا صفر ما إلى العمود أو العمود ما إلى معادلته لا يقدر نجد معادلته لسبب بسيط جدا أنه ميل العمود راح يكون كمية غير معرفة طيب وجدنا الميل وعدنا النقطة بسهولة جدا نجد معادلته المماس نكتب القانون M يساوينا Y ناقص Y واحد على X ناقص X واحد الميل عندنا 0 يساوينا Y ناقص 2 على X ناقص 0 وسطين بالطرفين هي بسهولة أحطى لك X في صفر إذن Y ناقص 2 يساوينا 0 هذه معادلة مماس المنحني Y ناقص 2 يساوينا 0 هذا معادلة المماس المنحني كم أن هذا المثال الآن ناخذ مثال آخر عزيز الطالب يريد بسلوب آخر يعني وسيعتمد على فهمك لهذه الأمثلة السابقة اللي أخذناها المثال يقول جد نقطة هنا أنا يريد نقطة وأرجو أن تنتبه من يقول لك جد نقطة ممكن نقطة ممكن أكثر من نقطة بس المهم أنت من يقول لك جد نقطة أو نقاط يعني لازم توجد قيم X و Y من يقول لك جد نقطة أو أكثر يعني توجد قيم X و Y التي تحقق معادلة المنحني هاي التي تحقق معادلة المنحني هذا اللي عندنا جد نقطة تنتمي لهذا المنحني معناته جد نقطة تنتمي لهذا المنحني زي والتي هاي النقطة عندها المماث يوازي المستقيم هذا أريد نقطة تنتمي هذا المنحني والمماث عندها شبي يوازي هذا المستقيم شنو معنى المماث يوازي معناته الميل يكون بالساوي من يقول مماس يوازي مستقيم معناته ميلهم الساوي هذا درسناه سابقاً وتعلمناه طيب شو رح أحسب هاي النقطة أوجي المعارضة هاي عدي هذا الحل مثل ما يحبون أساتذتنا دائماً لازم نكتب الحل حتى يكون واضح ويساوينا أكس تربية ناقصاً ثلاثة أكس زاداً اثنين ودائماً عزيزي الطالب ابتسم لا تكون معبس من السؤال وتخافن عده ابتسم مضحك وهي تسهل الأمور وربك يسهلها ويساوينا هذا طيب المشتقة أو عند أي نقطة يساوينا الثين أكس ناقصاً ثلاثة هذا المشتقة عند أي نقطة أو يساوي لي ميل المنحني ميل المنحني عند أي نقطة طيب بما أنه المماس يوازي المستقيم سبعة أكس ناقصاً وي يساوينا سالم خمسة إذن ميل المماس يساوي يساوينا ميل المستقيم الموازي طيب شو نطلع ميل المستقيم إذا علمت معادلته الميل للمستقيم يساوينا ناقص معامل أكس على معامل وي طبعاً بشرط أن أكس وي في طرف واحد إذن الميل ساوينا ناقص معامل أكس سبعة على معامل وي سالب واحد ويساوينا سبعة هذا هو الميل ميل المستقيم الموازي وهم الميلهم بمعنى هم الميلهم الساوي إذن نكمل هنا حتى نوجد النقطة نساوي الميلين ميل المماس أو ميل المستقيم الموازي ويساوينا ميل المنحني إذن سبعة راح يساوينا اثنين أكس ناقصاً ثلاثة أنقل السالب ثلاثة إذن سبعة إذن ثلاثة يساوينا اثنين أكس إذن اثنين أكس يساوينا عشرة إذن أكس يساوينا خمسة وجدنا قيمة أكس هذه قيمة أكس تحقق معادث المنحني هذه قيمة أكس vine воды تحقق معادث المنحني حتى تطلع قيمة وي لأنقلنا نقطة بها أكس و وي يساوينا أكس تربيع ناقصاً ثلاثة أكس زادة اثنين وي يساوينا خمسة تربيع ناقصا ثلاثة في خمسة زائدنا اثنين إذن Y ساوينا خمسة وعشرين ناقصا خمسة عشر زائدنا اثنين إذن Y ساوينا عشرة واثنين ساوينا اثنعاش هذه قيمة Y إذن إحداثيات النقطة التي تنتمي إلى المنحني هي X جد عندنا خمسة وY جد عندنا اثنعاش وهاي النقطة لو نشوفها تحقق معادلة هذا المنحني ونكون وجدناها بعد ما بكلام بسيط اشتقينا وجدنا الميل عند أي نقطة ووجدنا ميل المستقيم الموازي وساوينا الميليا وطلعنا قيمة X ورجعنا قيمة X عوضناها معادلة المنحني حتى نطلع قيمة Y ونكتب النقطة X وY بهذا القدر أعزائي الطلبة يعني ما يسمح به الدرس نكتفي نستودعكم الله على الأمل اللقاء في درس آخر جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة